في ختم زيارته الرسولية إلى عدة دول في آسيا وأوقيانيا تحدث قداسته خلال مؤتمر صحفي على متن طائرة البابوية العائدة إلى روما عن نتائج زيارة ولقاءاته مع رؤساء هذه البلدان متطرقا في سياق الحديث إلى النزاع في الأراضي المقدسة وغزة وهل هناك إمكانية لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في المنطقة؟ وقال أتصل يوميا مع الرعية حيث هناك ستمائة شخص مسيحيين ومسلمين يعيشون في غزة كإخوة في الكنيسة والمدرسة لكنهم يخبرونني بأمور سيئة وصعبة حول الحرب الدموية المفرطة هناك ولا أرى أنه يتم اتخاذ خطوات نحو السلام دعي انقداسته الجميع إلى التعاون والتصافح لأن الذي سيربح في الحرب سيجد نفسه أمام هزيمة كبيرة وفي معرض رده حول الموقف الأردني من الأوضاع في الضفة الغربية وغزة قال الأب الأقدس أنا ممتن جدا لما يفعله جلالة الملك عبد الله الثاني من مواقف إنسانية فهو ملك طيب وصالح ويبذل جهده لصنع السلام ويجعل القضية الفلسطينية وخدمة أهل قطاع غزة على رأس اهتماماته من خلال توصيل المساعدات الإنسانية إليهم يوميا عبر النقل البري والجوي اشتركوا في القناة